اهلا بكم عزائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق ورحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة التخطيط للصف الثاني طبعا مادة التخطيط مادة جديدة علينا في الصف الثاني كناش بناخدها في الصف الأول وطبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت كمقدمة للفصل الدراسي الثاني ان احنا كمان عندنا حاجة جديدة هناخدها في الترم ده جدول جديد ما كناش اخدناها في الترم الأول ولكن انا عايز اقول لكم ان الجدول ده هيبقى أساسي وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت هيكون مصاحب لنا ان شاء الله السنة اللي جاية مادة التخطيط من وجهة نظري هي من أمتع وأجمل المواد الدراسية مادة بتعتمد على الزكاء والاستنتاج وسرعة البديهة ومادة فيها متعة كبيرة جدا في حلها فيها كمان التنوع فيها كمان المرونة اللي بتدي حرية الإبداع والتفكير يعني حتى مادة التخطيط فيها إبداع في حتة ان كل واحد عنده الحرية انه يقدر يقسم الرسمة او يتخيلها بالشكل اللي هو يحبه خيال جزء مهم عشان اقدر اتخيل ابعاد المؤيسة اقدر اتخيل تكسمها انت لو ما قدرتش تتخيل المؤيسة بشكل سليم هيبقى من الصعب جدا ان انت تقدر تحلها إجابة نموذجية طبعا برضو مادة التخطيط من المواد الجميلة اللي ممكن ان شاء الله اذا حلتها بشكل سليم هجيت فيها الدرجة النهائية وطبعا ده اللي احنا بنتمناه في كل المواد مش بس في مادة التخطيط منهجي في مادة التخطيط في الترم التاني بيعتمد بشكل أساسي على الجداول طبعا مش معنى ان انا هاخد جدوى جديد ان انا هرمي الجدوى للأديم او هركنه او خلاص دي حاجة وانتهت خليكم فاكرين دايما مفيش عندي حاجة في مواد التخصص كلها بلا استثناء اسمها حاجة وخلصت اديك مثل بسيط انت اخدت مادة الرسم الهندسي السنة اللي فاتت اخدت فيها المساقط واخدت المنظور واخدت الاشكال الهندسية المختلفة اللي حصل ان انت لو كنت شاطر السنة اللي فاتت في الرسم الهندسي هتكون شاطر جدا السنة دي في مادة التخطيط هيأثر على مستوىك في مادة الرسم الفني كل ده متواصل مع بعضه مفيش حاجة اسمها مادة خلصت ومفيش حاجة اسمها مادة مستقلة عن بقية المواد يعني هو فيه علاقة بين التخطيط وبين المعدات وبين العملية طبعا يعني النهاردة الجدوى للتسمين اللي احنا بناخده ده ليه علاقة بخطوات الدهان ليه علاقة بنسب الدهان ليه علاقة بانك فاهم يعني اين نسب دهان يعني ايه قدرة عامل يعني ايه متوسط فرد كيلو يعني ايه تغطية يعني كل ده متصل بفهمك لمادة العمليات رؤيتك للمؤيسة وحسابك للمساحتها متصل بشطرتك في مادة الرسم الهندسي مادة التخطيط مادة مفيدة جدا في مستوى الحياة العملية من المواد اللي بتساعدك ان انت تقدر تنجز حاجات كتير جدا في حياتك بدون اللي استعانى الاشخاص خارجيين اذا اتقنتها وذكرتها كويس عشان نستغل وقت الحلقة بتاعتنا كله في ان احنا نقدر نحل الجدول التسميني جدول التسميني جدول ظريف جدا هو طويل شوية ولكنه جميل اذا حفظت القوانين بتاعته وطريقة حله كل معطياته موجودة في المؤيسة مش محتاج منك اكتر من ان انت تبقى فاهم في الخطوة دي بتعمل ايه وزي ما قلتلك حفظك للقوانين معتمد على الفهم ببساطة شديدة زي ما قلتلك لما اجي اقولك انا بدي للعامل في اليوم بتنجني والعامل اشتغل عندي يوم وبعدين يومين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة هتقعد تحسب الحزبة هتقول ليوم ويومين وتلاتة واربعة هتقوم جمع جميع الايام يبقى مثلا العامل اشتغل على سبيل المثال عشر تيام بديله في اليوم بتنجني يبقى هديله كام هنا هضرب ولا هقسم ولا هجمع عقلك بيقولك ايه عقلك بيقولك ان انا هضرب عدد الايام في الاجر اليومي يبقى انا كده هدي لهم مال المبلغ ده نفس كل طريقة التفكير دي منطبقة على كل خطوات الجدول التسميني كلها هتفهمها هتحلها انت مش محتاج تحفظ القوانين انت محتاج تفهمها بالمنطق تخيل نفسك صاحب عمل بتعمل مؤيسة لعملك قبل البدء فيه تخطيط احنا المادة بتاعتنا اسمها مادة تخطيط التخطيط هو عملية سابقة للتنفيذ يبقى انا النهاردة بعمل الجدول ده ليه عشان لما يجي العميل اللي جايلي وانا واحد صاحب عمل يقولي المؤيسة دي هتكلفني كام اقوله هتكلفك كذا ينفع انا اقول التكلفة دي كده بدون اساسيات بدون ما بعارف نوع الدهان بدون ما بعارف المساحة يبقى النهاردة عندي المعطيات بتاعتي بتخليني احسب حزبة دقيقة بحط فيها كمان نسبة الهادر بحط فيها النقل بحط فيها كل ما يلزم وكل اللي هيتصرف عشان في النهاية لما قدي سعر اكون بدي السعر بتاعي بشكل سليم ودقيق طبعا عشان نوفر الوقت الاكبر للجدول التسميني جبتلكم مؤيسة مسطحات بسيطة شوية عشان نحلها بسرعة وننتقل للجدول التسميني هنطبق النهاردة برضو تطبيق جديد انا اللي هحله لكم بعد كده ان شاء الله باذن الله اتمنى ان انتو تبقوا شغالين معايا بالحل الحزبة في البيت وتشتغلوا معايا خطوة بخطوة ما بقاش انتو بس متفرجين احنا بس في الاول كده لحد ما نتعود عليه ونتعود ازاي نرسمه ونحفظ بياناته ونحفظ قوانينه ونقدر نحله لوحدنا وان شاء الله نجيب فيه الدرجة النهائية هلونا نبتدي مع بعض نشوف المؤيسة بتاعتنا اللي المفروض هنحلها النهاردة انا النهاردة عندي المؤيسة بتاعتي هي عبارة عن ايه هي عبارة عن مجموعة اشكال زي ما احنا متعودين انا برضو هنا برضو نفس الحكاية لو تلاحظوا ما فيش حاجة جديدة بتتغير في اللي انا بقوله ليه لان مبدأ المؤيسات واحد طب هل السنة الجاية في حاجة هتتغير لا السنة الجاية كل اللي هيتغير ان هيديك مؤيسة فيها فكرة اكتر شوية فيها خطوات اكتر شوية فيها عدد خطوات دهان اكتر شوية لانك خلاص بقيت متمرس علي ايه الكلام اللي انا بقوله كل مرة المؤيسة عبارة عن كلمة وانت لما بتيجي تقرأها قراءة المؤيسة رقم واحد اللي هو انا لو ما قدرتش اقسم المؤيسة مستطيلات ومربعات ودواير واشكالها اندسية اقدر اجيب مساعتها هجيب المساحة ازاي اذا ما قدرتش ارسم الجدول هحل ازاي يبقى النهاردة عندي اجهز نفسي بالاساسيات اللي انا محتاجها زي ما قلت لك لما بتيجي مسافر مش بتجهز شمطتك وبتجهز الزاد اللي انت محتاجه في السفر برضو لما تيجي تحل المؤيسات جهز قوانينك جهز جدولك وجهز مخك كده على اقصى درجة من درجات الاستعداد للتفكير عشان اطلع افضل نتيجة للمؤيسة بتاعتي بدون ان شاء الله ما يكون فيها اي اخطاء عشان احنا بنذاكر عشان نجيب الدرجة النهائية مش عشان ننجح وبس نيجي للمؤيسة بتاعتنا هي مؤيسة واحدة هنحل لها مسطحات وبعد كده هنحل لها تسميني بص كده معي لشكل المؤيسة مؤيستنا اربع اشكال باربع حروف الف ب جيم دال لازم هو يجيب لي اسمها ولا انا اقدر اخترع الاسم ده لا برحتك انت لما بسطلي المؤيسة كده شايف الاشكال اللي قدامك المؤيسة الكلمة بتاعتي دي طلعت كم حرف طلعت اربع حروف دايرة شبه منحرف ومستطيل وسداسي يبقى المؤيسة اربع خطوة لازم قبل ما حل المؤيسة اقراها كويس المؤيسة حامل اعلانات من المباني يعني دي لوحة اعلانية محطوطة في ميدان مثلا بركب عليها الاعلانات حسب المناسبة بتاعة الاعلان الرسم بيوضح المسقط الرأسي شكلها من الامام والخلف لحامل الاعلانات والابعاد بالمتر الطولي يعني موضح لك عليها الاطوال طيب ايه المطلوب بص للشكل بتاعي كده قال لي ان دا الفراغ مطلوب عايز المؤيسة من الوش والدهر مش انحل السمك المراضي عشان نوفر الوقت للجدول التسمين بند واحد بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية الكوارتز على الجدران للحامل من الجهتين نوع الدهان يخصني في التسمين من الجهتين او سمك او غير مطلوب دا يخصني فيه كشف المسطحات او كشف الكمية بتاع المساحات انا عندي بيقول لي من الجهتين وغير مطلوب دهان السمك الداخلي والخارجي غير مطلوب يبقى هو عايز وشه ودهر بس اضافات وتنزلات ما فيه السمك يبقى اولا عمل ايه كشف حصر الكميات او المسطحات او المقاسات اللي هو الكشف الايه الكمية بتاع المساحة او الخاص بايجاد المساحات مطلوب ثانيا عمل كشف حصر التكاليف الكشف الجديد اللي خاناته كتير لكنه سهل برضو وان شاء الله هنتعود عليه كشف حصر التكاليف التسمينية النهائية اللي دهان عدد خمس وحدات هو هنا ما جاب ليش الخمس وحدات دي في الكشف المسطحات هو طلب في المسطحات وش ودهر بس لكن هنا جايلي في حصر التكاليف بيقول لي خمس وحدات وهنعرف بعد كده ايه الهدف من ذكر كلمة خمس وحدات بدهان الكوارتز على مساحة اجمالية ما قال ليش مساحة الوحدة قال لي مساحة اجمالية للخمس وحدات كام مية وستين متر مساحة اجمالية مفترضة بفكركم تاني بحاجة مهمة هنا ايه هي؟ مساحة الكشف التسميني ملهاش علاقة بالناتج اللي انت بتطلعه في كشف المسطحات وارد جدا تكون مطلع رقم في كشف المسطحات انت غلطت غلطة بسيطة اللي جنبك عمل رقم غلط يبقى انا مقدرش اشتغل على ناتج المسطحات لان مش كلنا بنطلع نفس الناتج يبقى لما بشتغل الكشف التسميني بشتغل على مساحة سبتة المساحة دي بتكون معطيات المؤيسة يعني النهاردة المساحة هو بيدهاني اه كل ما تحتاجه في حال الكشف التسميني موجود في رأس المؤيسة او في معطيات المؤيسة بيديني كمان اسعار الخمات يعني دي كمان هو اللي بيدهاني ايوه بلاستك 40 جنيه كورتس 30 جنيه البوليش 20 جنيه والماء يحمل على العملية تاني الماء ايه يحمل على العملية يعني ما بشتريوش بفلوس يعني ما بيتحطش في الكشف التسميني ده اسمه كشف التسميني الحاجة اللي هدفع فيها فلوس طب هي الماء مش بفلوس اه هي بفلوس لكن انا مش هروح اشتريها فبتحمل على العملية يعني بتتحط فيه النسريات بسموها ايه نسريات نسبة الضميمة والارباح والنسريات المكسب بتاعي زي نسرياتي زي نقل زي هدر في الخامة كل ده نسبة من تكلفة الديان كام 40% طب انا اللي بحدد النسبة دي لا النسبة دي بيحددها لي في المؤيسة هو بيقول لي خد 30% خد 20% خد 40% حسب ما هو بيحددها وفي الحلقة اللي فاتت احنا قلنا ايه الفرق بين الرقم والنسبة شاطرين اللي فاكرين برافو عليكم الرقم سابت النسبة متغيرة يعني انا لو قلتلك هددي لك 20 جنيه يبقى انا لو معايا 40 هددي لك منهم 20 لكن انا لو قلتلك 20% يبقى انا لو معايا 1000 جنيه هتاخد منهم 200 يبقى الرقم سابت النسبة تتغير بتغير المبلغ كل ما تزيد ايمة المؤيسة نسبتك في الارباح تزيد بتشمل ايه خمت مهضرة استهلاك عدة مصاريف ادارية مصاريف نقل الى جانب الربح بتاعك او مكسبك لان اللي بيعمل المؤيسة دي صاحب مكتب مأولات او صاحب عمل بيقدي لك الخدمة عشان يكسب ده الربح او الضميمة اجر فريق العمل برضو متحدد في معطيات المؤيسة 250 جنيه في اليوم اعمال اخرى تعالى بص هنا بقى هو ليه قالك خمس لوحات قالك تركيب لوحة اعلانية على الحامل الواحد بتكلفة 100 جنيه لوحة على الحامل الواحد بتكلفة 100 جنيه هحط اعلان للحامل الواحد ب100 جنيه خمات وتركيب مطلوب حساب التكلفة لعدد خمسة حامل اعلانات يبقى اذا كانت اللوحة الواحدة على الحامل الواحد ب100 جنيه يبقى لو كانوا خمسة يبقوا كام خمسة في مية بخمسمية هنا دي نوعية من نوعية الاعمال الاخرى بتيجي بالوحدة وبرضو هنرجعها تاني لما نوصل للاعمال الاخرى جدول المعدلات ده كمان بيديوني ايوة كل البيانات اللي قدامك دي هتكون موجودة في ورقة الاسئلة مسلسل خطوات الدهان الواحدة النسب اللازمة من الخمات لتكوين كيلو جرام ودي اللي بتاخدها في العمليات عشان الخلطة تطلع مظبوطة متوسط فرد الكيلو ومعدل انتاج فريق العمل خلينا نفكر بعضهم ما دول بيديهم ليه المسلسل وخطوات الدهان والوحدة لان عدد خطوات الدهان هو اللي بيحدد لي الخمات اللي هشتريها وهو اللي بيحدد لي عدد ايام العمل تاني نوع الدهان وخطوات الدهان هو بيحدد لي عدد ايام العمل وبيحدد لي نوع الخمات النسب اللازمة من التكوين الكيلو الواحد دي لازمتها ايه انا لقيت ان انا محتاج 100 كيلو من وش البلاستيك الميت كيلو دول كلهم بلاستيك لأ كلهم مية لأ خمسة وستين من مية فيهم بلاستيك يعني لو ميت كيلو خمسة وستين كيلو بلاستيك والباقي مية يبقى مين اللي هتحطى عندي في الجدول اللي هشتريه بالفلوس البلاستيك يبقى ليه نسب عشان الكمية مش كلها بتبقى نوع واحد يعني لو افترضنا ان الخطوة الرابعة عندي معجون المعجون ده فيه قاعدة وفيه مخفف وفيه ملون وفيه يبقى النهاردة الكمية بتاعة الخطوة متقسمة على الخمات اللي دخلها في الخطوة انا بقسمها بمزاجي لأ انا عندي نسبة سابتة عندي نسبة سابتة لتكوين الكيلو جرام متوسط فرد الكيلو ده بيفدني في ايه؟ في الكمية انت النهاردة عندك حاجة بتفرد 4 متر حاجة بتفرد 2 متر حاجة بتفرد متر حاجة بتفرد 6 طب خلينا نمشي كده مع بعض هفترض ان انا جبت هفترض ان انا عندي المساحة 6 متر المساحة عندي ايه 6 متر يبقى البوليش هجيب لها لل 6 متر كيلو واحد يفردلي 6 متر طب وبالنسبة للكوارتز الكوارتز كل بص قد ايه متر واحد الكيلو بيفرد قد ايه متر واحد يبقى ال 6 متر هجيب لهم 6 كيلو طب هنا البطانة الكيلو بيفرد 2 متر يبقى هجيب كم؟ شاطرين برافو عليكو هجيب لها 3 كيلو كل 2 متر كيلو هنا 4 هجيب كيلو ونص يبقى النهاردة عندي نفس الحيطة بنفس المساحة لكن في دهان تقيل يدوبك الكيلو يغطي متر في دهان خفيف الكيلو يفرد 5 متر و 6 متر يبقى النهاردة هل الكمية اللي هشتري عمل خفيف زي اللي هشتري عمل تقيل طبعا لا يبقى لازم اعرف متوسط فرد الكيلو لانه بيحدد لي الكمية معدل انتاج فريق العمل ده بيحدد لي ايام العمل برافو عليكم يعني انا النهاردة هديك مثال عندي مساحة 70 متر المساحة 70 متر دي في البلاستيك ده العامل بيعمل في اليوم 150 متر يعني السبعين متر دول مش محصلين نص يوم عمل لكن تعال بقى في البطانة بيادوبك البطانة بقى بتاخد مجهود هيعمل 35 متر في اليوم يبقى اول يوم هيعمل 35 وتاني يوم هيعمل 35 يبقى اخد فيها ايه الخطوة دي؟ يومين؟ يبقى انا ليه بحتاج معدل انتاج فريق العمل؟ عشان اعرف عدد ايام العمل اول حاجة هنحل كشف الكمية او كشف المسطحات مسطحات يبقى محتاجة قوانين المسطحات وكلمتي وحروفي اللي بلعب بيها وبعمل بيها الاشكال اللي بتطلع لي في الاخر مؤيسة ادي المؤيسة عندي اربع اشكال فيهم فراغ يعني تنزيل والباقي كله ايه؟ اضافة هلا المؤيسة بتاعتي ما خرجتش عن الورقة رفقتي وزادي في المؤيسات بتاعة القوانين مهمة جدا 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 واكد زي ايه كل مرة دي مش كل قوانين بتاعتنا في قوانين تانية لكن دول اكسرهم اهم منها المساحة بتاعة المستطيل طول في عرض الدائرة طهنق تربيع شبه المنحرف قاف زائد قاف شرطة على اتنين في عين المسلس نص قاعدة في الارتفاع او قاف في عين على اتنين المربع ضد تربيع المضلعات المنتظمة ضد تربيع في العدد السابت واشهرهم السداسي عدده السابت اتنين وستة من عشرة حد بيقول لي خلاص يميس احنا حفظناهم اتمنى يبقى انا عندي الف بجيم دال هبتدي احل بالترتيب هل انا في حاجة تلزمني ابتدي من فوق او من تحت لا هل في حاجة تلزمني بتأسيمة معينة لا يبقى المعيسة بتاعتك الكلمة كلمتك امسك قلمك قسم اعمل الحاجة باسهل تأسيمة ممكنة وابتدي حل هبتدي اعرسم الجدول بتاعي بند بيان عدد مسطحات طول وعرض وارتفاع اضافة تنزيل كمية ملاحظات وابتدي بالاضافات وبكتب فوق ان انا بجيب المساحة اللازمة اللي هو البند بتاعي لزون ده هنحامل اعلانات من الوجهين فقط اضافة وتنزيل من الوجهين فقط هبتدي امسك اول حاجة في الشكل بص كده فوق دي ايه الف دي ايه دائرة قانون الدائرة طه نق تربيع طه تلاتة اربعتشر من مية نق نصف القطر اللي اتنين دي قطر كامل ولا نصف برافو عليكم طالما ماسك الدائرة من المحيط للمحيط مرا بالمركز يبقى قطر كامل طب لما قطر كامل اتنين يبقى نصف القطر كامل واحد يبقى ميم تربيع دائرة الف العدد اتنين 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 ليه مش وضهر برافو عليكم الملاحظات طه نق تربيع طه تلاتة واربعتشر من مية نق نصف القطر تربيع في نفسه مش في اتنين يبقى نصف القطر في نفسه يعني واحد في واحد واحد في واحد بواحد في تلاتة واربعتشر من مية هي هي اضربها في اتنين تطلع ستة وتمانية وعشرين من مية طبعا في الإضافة لأنها هتدهن أتنقل الشكل به هلاقيه شبه منحرف شبه منحرف فين قاعدته الصغرى ما تقوليش الواحد الواحد ده ضلع السداسي امسك قاعدة الشبه منحرف بإيدك أو بالمصطرة هتنزل تحتها هتلاقيها القاعدة الصغرى 2 متر تيجي القاعدة الكبرى تنزل بالمصطرة تلاقيها 2 متر وعلي منها 75 وعلى شمالها 75 لو بين البداية والنهاية 20 رقم بجمعهم هنا هعمل ايه في الثلاثة أرقام هجمعهم 75 من مية زائد 2 متر زائد 75 من مية يعني 3 متر ونص 75 و75 متر ونص وثنين يبقوا 3 ونص يبقى القاعدة الصغرى 2 القاعدة الكبرى 3 ونص الارتفاع العمودي كان فين الارتفاع من القاعدة دي للقاعدة دي عمود أمسك كده ألاقي العمود بتاعي 3 متر أبتدي أقول ميم تربية شبه منحرف به قاف زائد قاف شرطة على 2 في عين أو قاف واحد زائد قاف 2 على 2 في عين المهم تكون فاهم إنها القاعدة الصغيرة زائد القاعدة الكبيرة على 2 في الارتفاع قاعدة الصغيرة 2 قاعدة كبيرة 3 ونص على 2 الاتنين بتاعت القانون اللي تحت دي بتاعت القانون فيه 3 بتاعت الارتفاع والاتنين اللي في العدد عشان الوش والضهر الناتج فين فيه الإضافات وبفكرك افصل بين عملية الجمع وعملية الضرب بعلامة يساوي أو بأقواس عشان الناتج بتاعنا يطلع مظبوط يعني هقول 2 زائد 3 ونص يساوي وأضرب في 3 وقسم على 2 أتنقل للخطوة الثالثة جيم عبارة عن مستطيل مستطيل بسيطة أو الارتفاع بتاعه واحد ونص سهلة جيت أمسك العرض بتاعه لقيت معايا خمس أرقام اتفقنا مهما كان عدد الأرقام اللي بين بداية الخط ونهايته بعمل فيهم ايه شاطرين بجمعهم كلهم بيتجمعوا برافو عليكم يبقى النهاردة هجمع الخمسين مع الخمسة وسبعين مع الاتنين مع الخمسة وسبعين مع الخمسين يبقى طول ضلع المستطيل ده كام برافو عليكم أربعة متر ونص لأنه هو كان قاعدة الشبه منحرف تلاتة ونص برافو عليكم اللي امتبعين قالوا لي ايه ماهو الحد الشبه منحرف كان تلاتة ونص وخمسين يمين وخمسين شمال يبقوا أربعة ونص يبقى مستطيل الوجهين يبقى العدد اتنين القانون بتاع المستطيل الطول في العرض واحد ونص في أربعة أضرب الناتج في الاتنين وبعد كده أحط الناتج برضو في الإضافات كده إضافات المعيسة خلصت عملت الوش كامل وعملت الظهر كامل هل جوه الإضافات في فراغ طبعا السوداسي ده فين جوه الشبه منحرف يبقى لازم يتعمل تنزيل التنزيل من الوش بس لا من الوش ومن الظهر التنزيل ليوش وضهر زي ما الإضافة لها وش وضهر هنا عبارة عن إيه سوداسي طول ضلعه واحد متر قانون السوداسي ده التربيع في العدد السابت ده التربيع يعني واحد في واحد طول الضلع في نفسه العدد السابت للسوداسي كان اتنين وستة من عشرة جات منين قانون السابت بتاع السوداسي اسمه عدد سابت ما بيتغيرش يبقى ده التربيع طول الضلع في نفسه العدد السابت اللي أنا حافظه بتاع السوداسي اتنين وستة من عشرة اتنين ليه وش وضهر الناتج هنا فين بقى أبرفوا عليكم تنزيلات لأن ده فراغ هجمع الإضافات ستة تمانية وعشرين ستة عشر ونص تلات عشر ونص يطلعوا ستة وتلاتين متر وتمانية وعشرين سنتي هشيل منهم من الوش والظهر مساحة السوداسي هشيل يعني هعمل ايه هطرح اسمه تنزيل يعني طرح يعني حسف بشيل بقول ستة وتلاتين وتمانية وعشرين من مية ناقص خمسة واتنين من عشرة يكون الناتج بتاعي واحد وتلاتين متر وتمانية من مية بقربها مهما كان عندي على يمين العلامة بضيف متر صحيح فيديني اتنين وتلاتين متر مربع تقريبا يبقى النهاردة طلع حامل الإعلانات مساحته اتنين وتلاتين متر مربع تقريبا عشان كده وداني للخمسة مساحة تقريبية مية وستين لان اتنين وتلاتين في خمسة بمية وستين بس ده مش شرط ممكن تكون المساحة اللي في جدوة للتسمين مساحة افتراضية بحتة يعني افتراض مش موجودة في الواقع بيختار لك اي رقم يعني اذا لقيت الرقم اللي في كشف التكاليف مالوش علاقة بالنتج المؤيسة ما تتخضش ده عادي جدا يختار الواضع الامتحان المساحة برحته وغالبا في الترم ده علشان اول مرة تاخد الجدول هيختار لك مساحة سهلة تقدر تطلع منها نواتج بسيطة نبتدي نتنقل بقى الكشف الاول طبعا قبل ما نبتدي في كشف حصر التكاليف او الكشف التسميني يارب تكونوا استجبتم وجبتوا الكراسة المسطرة الورقة الكبيرة اللي بتشبه الورقة الفلوسكا اللي هي بتشبه كراسة الامتحان بتاعتك عشان انا عايزاك تتدرب على رسمة الجدول في الكراسة دي وتحل الجدول في الكراسة دي وان شاء الله تشتغل مع المدرس بتاعك بعد اذنه طبعا غير ما نتعدى على اي حد من الزملاء الافاضل اللي كلهم طبعا الناس مميزين ومستوهم العلمي ممتاز ولكن دي وجهات نظر انا اتمنى ان احنا كلنا نشتغل مادة التخطيط الجدول التسميني فيه كراسة مشابهة لكراسة الامتحان كشف التسميني خاص بالتكاليف اقدر احله من غير ما ااخد معطيات المؤيسة مستحيل لازم استعين بمعطيات المؤيسة عشان اقدر اطلع الجدول التسميني بتاعي بشكل سليم انا النهاردة وانا في الامتحان بعد ما بخلص كشف المسطحات كده مهمة كشف الكمية او كشف المسطحات بالنسبة لي انتهت ابتدي بقى احل الجدول التسميني عايزك تركز معايا نمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نستوعب كل خطوات الجدول وبرضو تاني مش مطلوب منك ان انت تستوعب الجدول من اول مرة ولا من تاني مرة احنا مع بعض لكن عشان تستوعبه لازم تجربه لازم تشتغل بايدك الاول انا استعين بحلقة زي بتاعتنا دي او بالقوانين الموجودة في الكتاب او برسمة الجدول اللي في الكتاب مرة على التانية مش ابقى محتاج استعانة مش ابقى محتاج حاجة اسند عليها هبقى قوي بما يكفي انه نقدر اقوم بالجدول من اوله لاخره بدون محتاج لأي مساعدة وان شاء الله نطلع نواتج تكون سريمة بنسبة 100% يبقى ننتقل للجزء التاني كشف حصر التكاليف او الكشف التسميني بص معايا كده ادي عندي بعرض الورقة كشف حصر التكاليف لديهان خمس وحدات بمساحة 160 متر بديهان الكوارتز هبتدي اسطر الجدول انا هقولك عالطريقة اللي انا بسطر بها الجدول انا باجي الورقة بالعرض كده باخد فوق خانة قيمة سطرين على قد خطي واجي من تحت ااخد كام خانة بص كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى من فوق خط كام اتنين ومن تحت خط كام تسعة كل خانة فيهم سطر واحد يبقى انا هاجي من حرف الورقة كده من تحت ادي سطر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وفوق الصفحة خالص دي خانة اتنين. خانة واحدة مقسومة اتنين. اللي هي هقسمها أجور وعدد أيام وأجر يومي. وهكذا. زي ما احنا شايفين. طيب اللي في النص ده بقى. حتة الفضية اللي أنا سبتها في النص دي. دي بتتقسم حسب عدد خطوات الدهان. يعني شايف المساحة الفضية دي؟ إذا الدهان أربع خطوات هقسمها أربعة. إذا الدهان خمس خطوات هقسمها خمسة. إذا الدهان خطوتين هقسمها اتنين. في أي مشكلة؟ تاني نبتدي بالخنات الأفقية. اللي بالعرض. بعرض الورقة. هاخد من فوق خانة سطرين. خانة واحدة تتقسم اتنين. ومن تحت من نهاية الصفحة. هاخد تسع خنات كل خانة فيهم. يضبك على قد خط إيدي سطر واحد. هلاقي فيه مساحة متبقية في النص في الخنات الأفقية اللي بالعرض. بتتقسم على إيه؟ خمات الدهان؟ لا 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 لا. على خطوات الدهان. اللي موجودين في الجدول. ادك خطوتين هتقسم اتنين. هنا في الحالة دي مدين اربعة. يبقى الحتة الفضية دي هتتقسم كم سطر؟ اربعة. نيجي كده الخنات الايه؟ الأفقية اللي بالعرض. نيجي للخنات اللي بالطول. الخنات اللي بالطول. خانة المسلسل. مش أنا فيه تسع سطور تحت سبتين. قلتلك دول سبتين. خانة المسلسل بتقف قبل التسع السطور. خطوات الدهان بتقف قبلهم. الوحدة بتقف قبلهم. الكمية هي اللي بتنزل بالخط الحد تحت. تاني. تسع خنات أفقية. أول حاجة في الخنات الرأسية ما بتخترقش التسع خنات دول. وما لبقى ايه؟ بيمشي الخط الرأسي ويقوم واقف عندهم. بص كده. بيقف هنا كده. ببيكملش. خطوات الدهان بتقف هنا. بتكملش. هنا الوحدة بتقف هنا ما بتكملش. الكمية بتكمل لحد نهاية الجدول. لحد نهاية الجدول كله برة. نيجي بقى. الخانة اللي بعد كده. بسيبها وسع على قد مقدر. على حسب عدد خامات الدهان. اللي هي ممكن يكونه ثلاثة ممكن يكونه أربعة. بعد كده إن شاء الله لما توصل لسنة تلتة ممكن يوصله لعشر خامات. بعد كده عندي الأجور. خانة واحدة مقسومة اثنين. عدد أيام وأجري يومي. الجملة خانة واحدة مقسومة اثنين. إرش ودني. الجملة يعني الفلوس. إجمالي الفلوس لكل مبلغ بدفعه. الأجور يعني فلوس اللي بياخدوها العمال. وآخر خانة هي الملاحظات اللي بكفت فيها أنا حاطت إيه في الجملة. كل الخانات من بعد الكمية بتوصل لحد بره الجدول. بتكمل لحد آخر الجدول تحت. لحد نهاية الصفحة. طب هنا دي خانة صغيرة ودي خانة كبيرة شوية ودي صغيرة ودي صغيرة. دول مقسهم سابت. دول برضو مقسهم سابت. اللي هم الأجور وعدد الأيام والأجري اليومي. الجملة مقسها سابت. الملاحظات مقسها سابت. يبقى أنا عمدي هنا خانتين اللي بيتغيروه. خامات الدهان بتتقسم حسب عدد خامات الدهان. وخطوات الدهان بتتقسم بالعرض على خطوات الدهان. هبتدي مسلسل خطوات الدهان وحدة كمية. خامات الدهان في النص الفؤاني عشان كده الخانة دي قسمتها اتنين. الأجور مقسومة لعدد أيام وأجريومي. الجملة مقسومة لقرش وجنيه والملاحظات. نبتدي بقى بالخانات الأفقية. التسعة السابتين اللي ما بيتغيروش. جملة خامات كل صنف. التقريب. تمن الوحدة. تمن الكمية. الأعمال الأخرى. بعد كده في نواتج الجدول بر الجدول يعتبر جملة الأجور والخامات والأعمال الأخرى اللي بنسميهم جملة التكاليف. الضميمة حسب النسبة اللي في المؤيسة. جملة التكاليف والضميمة. قيمة البندق الإجمالية التقريب لأقرب جنيه صحيح. طبعا كل خطوة من دول هنشرحها بالتفصيل. وهنقول بتتعامل إزاي. نبتدي أول حاجة رسمت الجدول بتاعي. رسمته كويس ورسمته مظبوط وكتبت بياناته. هل معنى كده إن كل اللي احنا شرحناه في الجدول ده برسمه الأول. وبعدين أبتدي أشوف المؤيسة عايزة إيه بالزبط كده. تاني شايف ده؟ هتعمل كل ده. معنى ده الجملة اللي في الشريحة الأحمر دي هي اللي هتتغير. مرة دهان كوارتز، مرة دهان بلاستيك، مرة دهان زيتي، مرة دهان سيلولوز. دهان بيتغير. لكن كل بيانات الجدول والرسمة اللي قدامك دي ما بتتغيرش. إيه اللي بيتغير؟ المساحة الأفقية بتاعت الخطوات ممكن أقسمها أربعة أو خمسة أو اتنين أو تلاتة. بتقسم على عدد الخمسة دول بس اللي بيتغيره لكن الباقي ده كله سابت. رسمت الجدول هبتدي أحله بالترتيب. امشي بالترتيب بتاعي أنا طبعا كل مدرس لي طريقته بحترم طبعا جميع الزملاء. لكن أنا بفضل أن أنا أخلص بند بند أو جزء جزء في المؤيسة. بفضل أن أنا أخلص خمات الدهان تماما وطلع ناتجها. وبعد كده أشتغل في الأجور وطلع الناتج بتاعها. وبعد كده أحط العمال الأخرى وابتدي أجمع المؤيسة. يعني في بعض الزملاء بياخدوا الخطوة بعدد أيامها. وأنا بختلف مع ده لأن النهاردة أنا عندي في خمات الدهان بضرب في الأجور بأسم. فهنا أنا مش عايزة أضرب وأسم في نفس الخطوة. وفي نفس الوقت هما ما نومشي علاقة ببعض ولا في الدرجات اللي هم علاقة ببعض. الأجور لها درجة وخطوة الدهان أو خمات الدهان لها درجة. فأنا بفضل أن أنا لما أكون في الخمات أركز في الخمات. أخلص الخمات تماما وبعدين أبتدي أحل الأجور. فده هيخليني أطلع نتيجة أفضل إن شاء الله. وفي وقت كمان أسرع. هبتدي أحل الجدول مسلسل خطوات الدهان والوحدة. إحنا هنحل التلاتة دول مرة واحدة؟ آه. تخيل هنحلهم مرة واحدة؟ ليه؟ لأنك ببساطة مش هتعملهم من دماغك. هتنقلهم من الجدول اللي في المؤيسة أو اللي هنعتبره في ورقة الأسئلة. يعني اعتبر نفسك في الامتحان. رسمة الجدول دي بتاعتك ولا بتاعت ورقة الأسئلة؟ لا دي بتاعتك انتا. ده مجهودك انتا. رسمت الورقة رسمت الجدول. خلاص رسمت الجدول هبتدي أحل. أول ما أبتدي أحل بيقابلني مسلسل وخطوات دهان ووحدة. أبص الورقة الأسئلة أو لمعطيات المؤيسة. هلاقي عندي جدول فيه مسلسل وخطوات دهان ووحدة. كل اللي هتعمله انك هتنقل من هنا تحط هنا. شايف المسلسل؟ خطوات الدهان الوحدة. كم خطوة؟ أربعة. هتنقلهم زي ما هم تحطوهم في الجدول. يبقى الخانة الأفقية بتاعتنا هنا هتتقسم كام؟ برافو عليكم أربعة. يعني أنا جبت منين المسلسل وخطوات الدهان والوحدة نقلتهم من المؤيسة. نقل بدون إضافة بدون حسف بدون معمل أي مجهود. يبقى دي ثلاث خانات ارتاحنا منهم وما عملناش فيهم أي مجهود ولا حسبنا ولا عملنا. نقلناهم من الجدول بتاع المعدلات. أول خانة بتقابلني بعد الوحدة إيه؟ الكمية. الكمية أول خانة لها قانون. لها قانون. أنا النهاردة الكمية بتقولي المساحة اللي هي هنا في المؤيسة بتاعتنا مية وستين طبعا بتتغير من مؤيسة للتانية. على إيه؟ على متوسط فرد الكيلو. برضو مش أجيب حاجة من عندك بس القانون من عندك. إيه القانون؟ المساحة على متوسط فرد الكيلو. لكن المساحة فين؟ في المؤيسة. متوسط فرد الكيلو فين؟ في الجدول. طب ومال أنا ليه بطلع أو بحسب؟ لأن أنا عندي كل خطوة ليها متوسط فرد غير التانية. شايف الخانة بتاعت متوسط فرد الكيلو؟ هتقسم المساحة في أول خطوة على كام؟ على أربعة. المساحة في الخطوة الثانية على كام؟ على أثنين. المساحة في الخطوة الثالثة على كام؟ على واحد. المساحة في الخطوة الرابعة على ستة. يبقى كمية الدهان في كل خطوة مختلفة. مثال، المساحة عندي مية وستين. ومتوسط الفرد في الخطوة الأولى أربعة. إقسم المية وستين على أربعة. يبقى أنا محتاج في الخطوة الأولى أربعين كيلو. يبقى الكمية اللي لازماني في الخطوة الأولى كام؟ أربعين كيلو. طب تعالى نرجع للجدول كده الخطوة الثانية هقسم المية وستين على الاثنين تطلع 80 الخطوة الثالثة مية وستين على الواحد تطلع مية وستين الخطوة الرابعة هقسم المية وستين على الستة هتطلع 26 و 66 من مية تاني مين بيسألني بيقولي الكمية دي جات منين انا النهاردة ليه الكمية مختلفة انا النهاردة عندي البطانة الكوارتز تقيلة شوية يا دوبك الكيلو بيفدت مترين يبقى كل مترين هاشتري لهم كيلو يبقى هقسم المية وستين على الاثنين يبقى أنا محتاج تمانين كيلو في البلاستيك الكيلو بيفرض اربعة متر هقسم مية وستين على اربعة محتاجة ربعين كيلو هنا بقى في القوارتس كل متر عايزة له كيلو يبقى المية وستين كيلو المية وستين متر يبقى هنا مية وستين كيلو عشان المية وستين متر قال لي في البوليش كل كيلو يفرض ستة يبقى كل ستة متر يجب لهم كيلو يعني ببساطة هقسم المية وستين على الستة يبقى أنا باختصار عشان ما نلغبطش نفسنا كل اللي بتعمله بتبص على الجدول المساحة سبتة متوسط فرد الكيلو متغير أقسم المساحة على 4 مرة بعدين على الاتنين بعدين على الواحد بعدين على الستة وحط الناتج فيه الكمية حينما بقربش الرقم لكن حد أقصى 3 أرقام بعد العلامة ليه 3 أرقام فيه الخامات أنا بشتغل بالجرام والكيلو فيه 1000 جرام رقم من 1000 يعني 3 أرقام فقط بعد العلامة ننتقل للخانة اللي بعد كده خامات الدهان خامات الدهان بص كده عندي طرقتين خامات الدهان يا بخدها من المؤيسة أو من الجدول وما بحسبش المية هي المية مش خامة خامة لكن ما بشتريهاش والجدول ده جدول تكاليف جدول فلوس جدول تسميني هحط فيه الحاجات اللي هدفع فلوسها فباخد الخامات بدون تكرار بدون تكرار ليه بدون تكرار يعني فرضنا عندي بلاستيك في الخطوة القوية يعني هوا نروح بعيد ليه أنا عندي في البطانة فيه كوارتز وفي الضهارة أو في الوجه النهائي فيه كوارتز طب هنا ليه أنا أخد الكوارتز مرة واحدة ببساطة أنت مثلا محتاج 20 كوارتز للبطانة ومحتاج 40 كوارتز للوجه النهائي هتروح لصاحب المحل الموان تقوله لو سمحت إديني 20 كوارتز للبطانة و40 للوجه النهائي برافو عليك أنت هو صنف واحد اللي هتشتريه لكن أنت هتجمع الكميتين هتشوف عايز إيه في الخطوة الأولى وعايز إيه في الخطوة التانية يبقى أنا هنا بكتب النوعية بكتب كام نوع أنا محتاجهم الأنواع اللي هشتريها يبقى المية مش دخلة معايا وكل الأنواع البقية باخد كل نوع مرة واحدة لإني هشتري الصنف كله مرة واحدة فيه طريقة تانية سهلة جدا هو لما بيجيب لك أسعار الخمات لو كوارتز جاي مرتين هجيب لك سعره مرتين يبقى أنا أسهل حاجة بياخد الخمات بتاعت من الأسعار هتبصك لقيهم كام خامة ثلاثة والمية لأنها مش بتتحسن يبقى أنا الخمات عندي هنا طلعوا ثلاثة يبقى الخانة الكبيرة الحلوة دي هقسمها كام ثلاث خانات لأنهم لأنهم ثلاث خمات بلاستيك كوارتز بوليش زي ما موجود في الأسعار طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هبص الأول خطوة في الدهان وجه بلاستيك محتاجة 40 كيلو قدامي لما امشي بالخطوة كده جنب الخط الأحمر كوارتز وبلاستيك وبوليش هو وجه البلاستيك فيه كوارتز وفيه بلاستيك وفيه بوليش لا طب ومال فيه إيه وجه البلاستيك فيه بلاستيك ومية طب هحسب كمية البلاستيك قد إيه من اللي 40 كيلو ببساطة شديدة بضرب الكمية في النسبة مع دمين المية يعني تعالوا نبص كده ندي مثال وجه البلاستيك في الكيلو الواحد 650 جرام بلاستيك يبقى في ال 40 كيلو كم كيلو بلاستيك رفو عليكم هضرب 650 من ألف دي في ال 40 يبقى بضرب الكمية في النسبة اللي جوه الخطوة يبقى ال 40 كيلو دول فيهم قد إيه بلاستيك هضرب 40 في النسبة اللي في الكيلو الواحد في عدد الكيلوهات اللي هي الكمية يبقى 40 كيلو كيلو الواحد فيه 650 جرام يبقى ال 40 كيلو فيهم 26 كيلو بلاستيك طب والباقي الباقي مية وحط الناتج فين تحت البلاستيك يبقى أنا هنا في الخطوة دي هشتري 40 كيلو بلاستيك لا برافو عليكم انا عملت ده ليه عشان انا عايز اجيب الحاجة اللي هشتريها طب الاربعين كيلو مش كلهم بلاستيك حسبت منهم قد ايه بلاستيك وحط الرقم تحت البلاستيك نتنقل الخطوة اللي بعدها البطانة كورتز الكمية كان 80 كيلو 80 كيلو دول فيهم قد ايه كورتز الكيلو الواحد فيه 750 جرام هضرب 750 في 80 وحط الناتج فيه فيه خامة الكورتز بعد كده عندي خامة الواجه النهائي كورتز الكمية قد ايه 160 لما يجي يقول لي كيلو واحد ايه ده ده ما فيه 750 ما فيهش 250 ما فيهش 25 ما فيهش واحد من عشرة لما يقول لي كيلو واحد هضرب في واحد يعني ايه هضرب في واحد يعني الكمية هتنزل زي ما هي تاني يبقى الكورتز في الخطوة الاولى ضربت في 75 80 كيلو 75 في كل كيلو يطلعوا 60 كيلو من الثمانين كورتز والباقي مية هنا بقى نهائي كورتز ما فيهش مية وما فيهش اي حاجة الكيلو كيلو كورتز صافي يبقى المية وستين كيلو كورتز كلهم كورتز يبقى الكيلو الواحد ما فيهش نسب انزل الرقم تحت الخامة زي ما هو هما هنا ده نهائي كورتز احطه تحت البلاستيك طبعا لا احطه تحت البوليش طبعا لا احطه تحت اسم الكورتز وتعود زي ما احنا عاملين كده في الجدول كل خطوة تشطب على الخمات اللي مش موجودة في الخطوة عشان ما تطلق بطش الجدول ده على قد ما هو سهل لكن الغلطة بتاعته ومشكلتها انها غلطة تراكمية لو غلطت في اول الجدول هتجمع غلط هتضرب غلط هتطلع نواتج غلط هتطلع الجدول كله غلط يبقى النهاردة نركز لو حطيت خامة مكان خامة هتبوز لي نواتج الجدول كلها يبقى نلازم اركز الكورتز البلاستيك تحت البلاستيك البوليش تحت البوليش البوليش بنفس النظرية هضرب الستة وعشرين وستة وستين من مية كيلو واحد يبقى هينزل الرقم زي ما هو انزل على الخانة اللي بعدها طب انت يا ميس وانت ماشية انت مشيت لحد خامات الدهان بالطول وبعدين نزلتي بالعرض مش احنا اتفقنا ان احنا هنخلص الخامات خالص وبعدين نروح للأجور اعتبر نفسك ان انت لسه ما جيتش ناحية الأجور كأنها لسه مش شايفينها نخلص الخامات تماما وبعدين نبتدي نشتغل في الأجور اول خانة بتقابلني بعد الوجه الاخير جملة خامات كل صنف يعني ايه انا هنا هشتري كمية بلاستيك ايه واحدة كم قد ايه بلاستيك ستة وعشرين كيلو يبقى ينزل ستة وعشرين زي ما هي الكورتز انا محتاجة كمية وكمية هشتري من الراجل الستين ولا المية وستين من المحل البيات برافو عليكم هجمع الكميتين انا كده هشتري متين وعشرين كيلو يبقى النهاردة جملة خامات كل صنف بجمع بجمع ليه لان وارد ان يكون في خامة متكررة في اكتر من خطوة طب انا هشتري للخطوة الاولى كمية وهشتري للخطوة التانية كمية يبقى هعمل ايه في الكميتين هجمعهم طبعا البوليش ينزل زي ما هو يبقى جملة خامات كل صنف بعمل ايه بجمع كل خامة رأسيا رأسيا يعني فوق بعض جمعه الستة وعشرين تنزل زي ما هو الستين على المية وستين تطلع متين وعشرين الستة وعشرين وستة وستين مفيش غيرها تنزل زي ما هي نيجي هنا للتقريب انا مش هروح اشتري اقول له ستة وعشرين كيلو وستمية وستين جرام قال لي بقرب لأقرب ربع كيلو يعني ايه اقرب ربع كيلو بص معايا كده اذا الرقم عندي اقل من ربع كيلو بخليه متين وخمسين جرام ربع كيلو اذا اكتر من ربع واقل من نص يبقى نص اذا اكتر يبقى ثلاثة اربع اذا اكتر يبقى كيلو ازاي نمشي واحدة واحدة من اول جرام واحد من الف مع واحد من الف ده يعني جرام جرام واحد لحد 249 جرام يبقوا 250 يبقى ربع يعني لو طلع عمدي في المسألة جرام أشتري ربع كيلو أيوة طب من 251 عدت الربع كيلو بجرام يتقرب لنص كيلو لحد 499 جرام يتقرب لنص كيلو طيب لو أنا 501 جرام أشتري كيلو لربع يعني 750 من 501 جرام ل749 قبل ال750 بالجرام يتقرب ل750 جرام يعني كيلو إلا ربع طب لو عدت ال750 برافو عليكم يبقى اشتري كيلو صحيح يبقى من 751 لحد 999 جرام فوق ال751 يتقرب لكيلو واحد صحيح ويتضاف على العدد الصحيح إذا كان فيه عدد صحيح هديك مثال 134 جرام ده أكتر من جرام وأقل من 250 يبقى 250 356 جرام آه ده أكتر من 250 بس أقل من 500 يبقى 500 طيب 678 جرام ده أكتر من 500 بس أقل من 750 يبقى 750 طب 823 جرام ده أكتر من 750 عدد السبعمية وخمسين يبقى هيبقى كيلو صحيح ويضاف على الرقم الصحيح طب في دوق اللي احنا قلنا بقى تعالوا نقرب كده دول 26 كيلو واحدة تقول لي آه ده أقل من 250 لا 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 نركز كده الطالب أو الطالبة اللي معايا دول 26 كيلو صحيح أنا بقرب الرقم اللي عليمين العلامة اللي أقل من الكيلو اللي أقل من الكيلو لكن دول 26 كيلو يبقى يعني إيه؟ يعني فيش تقريب يعني هينزلوا زي ما هم دول 220 كيلو هينزلوا زي ما هم دول بقى 26 كيلو بشجي نحيتهم إلا في حالة واحدة إذا اللي علي منهم هيبقى كيلو صحيح هزودوا عليهم لكن نقص لا ما ينفعش نقص يبقى أنا عندي 26 كيلو و660 الـ 660 أكتر من 500 أقل من 750 هتبقى 750 طب فين السفر 75 من 100 هي 750 من ألف 8 الوحدة بجيبه منين من معطيات المؤيسة بنقله نقل وحطه زي ما هو 8 الكمية بالعقل كده التقريب في 8 الوحدة يعني إيه أنا عندي 40 كيلو قصدي 26 كيلو الكيلو بـ 40 جنيه يبقى الكمية كلها الـ 26 كيلو هضرب التقريب في 8 الوحدة يبقى التقريب 26 في 8 الوحدة 40 يديني 8 كمية البلاستيك وهكذا 8 كمية الكوارتز التقريب في 8 الوحدة وهكذا 8 كمية البوليش الناتج النهائي لـ 8 كمية شايفين بصوا بقى هجمع بالعرض شايفين السهم بتاعي؟ يعني إيه؟ مش ده 8 البلاستيك وده 8 الكوارتز وتـ 8 البوليش يعني ده 8 الخمات أمشي بالسهم اللي انتوا شايفينه وحط مجموعهم هجمع 8 الخمات كلها وحطه في الجملة اللي هي إرش وجنيه الجنيه الصحيح في الجنيه وأي حاجة على يمين العلامة في الإرش واكتب جملة سمن الخمات بعد كده الأجور بتنقسم لعدد أيام وأجريومي عدد الأيام بيتغير على معدل الإنتاج والمساحة هي اللي سبتة طب عدد الأيام بيتحسب إزاي؟ بأسم المساحة على معدل الإنتاج اليومي هديك مثال أدي أول خطوة المساحة 160 معدل الإنتاج اليومي 150 هأسم 160 على 150 طلع ليوم وستة من عشرة في حاجة في 6 من مية في حاجة في الأيام اسمها ستة من مية لا قال لي أقل من نص يوم يبقى نص يوم أكتر من نص يوم يبقى يوم كامل إيه دا مش ربع وثلاث تربع زي الخمات؟ لا هنا يا نص يوم يا يوم كامل هنا أقل من النص بقى نص طب ولو عد النص 165 على 35 بص هنا هي 57 من مية دي عد النص طبعا فوق ال50 من مية يبقى يوم كامل يبقى دول كام 5 أيام هاجة لقى الخطوة اللي بعدها 35 يبقى مش محتاجة أحسب تاني برضو هيبقى خمس أيام بعد كده آخر خطوة على 70 هقسم 160 المساحة سابتة ومعدل الإنتاج متغير 160 على السبعين يطلع لـ 228 خلاص إحنا حفظنا الـ 28 أقل من النص برافو عليكم هتبقى نص يوم كده العمال يشتغلوا يوم ونص وخمس أيام وخمس أيام ويومين ونص يعني شرفوني كام يوم بيشتغلوا عندي في البيت برافو عليكم هجمع عدد الأيام هجمعوا رأسي تحت بعض وأجر العامل أو أجر فريق العمل بجيبوا منين من معطيات المؤيسة يبقى اشتغلوا كام يوم ونص وخمسة وخمسة واثنين ونص يعني 14 يوم عمل في اليوم 250 جنيه هعمل إيه في الرقمين دول في حاجة تاني في الأجور لا خلصنا هياخدوا مني كامل عمال 250 جنيه كل يوم ف14 يوم يعني هعمل إيه برافو عليكم هضرب هضرب عدد الأيام في الأجر اليومي يديني جملة الأجور طالما جبت كلمة جملة أحط الناتج في الجملة طبعا دي جنهات صحيحة هحطها في الجنيه مش في القرش واكتب جنبها جملة الأجور آخر حاجة جوه المؤيسة الأعمال الأخرى والأعمال الأخرى قلنا أي حاجة زيادة وبتيجي بتلات صور ياب المتر ياب القطعة ياب القيمة الإجمالية هو هنا كاتبها لي بإيه بالقطعة قال لي القطعة ب100 جنيه وأنا عندي 5 قطعة يبقى الخمس قطعة بكام برافو عليكم 100 في 5 5 لوحات في 100 ب500 جنيه آجي على الأعمال الأخرى أقول عدد 5 لوحات في 100 جنيه ب500 جنيه دي جملة الأعمال الأخرى جملة يبقى أروح على طول على الجملة أكتب جملة الأعمال الأخرى كده خلصت جملة التكاليف اللي هي الأجور والخمات والأعمال الأخرى أحسب جملة تكاليف إزاي أجمع بقى خلاص الجدول كله مليش دعوة بيه ليه دعوة بخانة الجملة فقط أجمع جملة ثمن الخمات مع جملة الأجور مع جملة الأعمال الأخرى دي أول خانة برى الجدول التلاتة دول اسمهم تكاليف اللي بصرفهم من جيبي وجور وخمات وأعمال أخرى هجمعهم مع بعض تلعول 12175 جنيه أنا كده صرفت بس مكسبتش لازم أضيف المكسب بتاعي اللي هو الخانة اللي بعد كده الضميمة الضميمة مديهاني في معطيات المؤيسة كام 40% من المبلغ بحسبها ازاي تلت طرق والتلاتة بيطلعوا نفس النتيجة ونتيجة صحيحة بحط مبلغ المؤيسة في هنا ملحوظة مهمة جدا خدوا بالكم منها أنا عندي في فرق بين العلامة العشرية وبين البوينت اللي بتطلع على الآلة بعد الآلاف عشان ما تطلق بطوش هنا ده بوينت بيطلع على الجهاز لما الرقم بيزيد عن الألف عشر تلاف خمس تلاف ألفين ده مش علامة عشرية فما تطلق بطوش بينهم دول 12175 مش 12175 من مية فيه أربعين على مية طلع للضميمة 4870 جنيه طب ايه الطريقة التانية هقول ال 12175 فيه أربعين في المية هقول ال 12175 فيه أربعين من مية يبقى أربعين في المية هي أربعين من مية هي أربعين على مية التلاتة هيطلعوني نفس الناتج بضرب قيمة المؤيسة فيه نسبة الضميمة على مية أو من مية يطلع لي نسبة الربح بتاعتي كام 4870 جنيه أنا هاخد كام من العميل بتاعي هاخد منه اللي صرفته ولا اللي هكسبه مرافو عليكم هاخد لتنين صرفت كام صرفت 12175 ومكسبي ونسرياتي ونقلي وأرباحي 4870 هاخد منه كام الخانة اللي بعد كده بجمع الرقمين جملة اللي صرفته زائد الربح بتاعي جملة التكاليف والضميمة يديني 17045 جنيه آخر حاجة قيمة البند النهائي بقرب إذا كان الرقم محتاج تقريب في القروش اللي هي علي من العالمة هنا مفيش قروش يبقى الرقم رقم صحيح ينزل في قيمة المؤيسة أو قيمة البند الإجمالية زي ما هو آخر حاجة خالص في الجدول إذا جي العميل قال لي لو سمحت عايزة عرف المتر الواحد واقف علي بكام بجيب قيمة المؤيسة اللي أنا صرفتها 17045 جنيه على عدد الأمطار أو المساحة ال160 متر وبقول له المتر بتاعك هيتكلف 106 جنيه و53 قرش يعني حوالي 107 جنيه اللي هي التكلفة الإجمالية على المساحة إحنا كده أنهينا الجدول بتاعنا خلصناه إن شاء الله مرة على التانية نحله أسرع مش هنحتاج كل مرة إن إحنا نشرح الخطوة بنعملها إزاي أتمنى أن أنتوا تطبقوا تاني الجدول بنفس المساحة يعملوا لنفسكم مساحة جديدة تطبقوا الجدول إن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية اجتهدوا لأن لكل مجتهد النصيب اجتهدنا وطمحنا هو سر نجحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر